كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانز عن اقتراح أوروبي بالموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لاستهداف الفئات الأكثر ضعفا شريطة أن تتعهد الدول بخفض الانبعاثات الحرارية وقال تيميرمانز إنه سيتم ربط شروط واضحة بأي صندوق مع وجود قاعدة مالية واسعة من المانحين تساهم في الصندوق ولن يعمل الصندوق في عزلة ولكن كجزء من الحلول التي تشمل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف